اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 من شوية انتهت مباريات في منتهى القوة الإثارة النهاردة وانبالح مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حاجة عظمة حاجة فيها كل حلوة الكورة حاجة فيها كل متعة الكورة كل تفصيلة في المباراة حلوة أي مباراة فراجت عليها حلوة أتلتكم مدريد ومانشستر سيتي مباراة رائعة ليفربولو بنفيكا مباراة رائعة امبالح فراجت علي ريال مدريد وواحد من الفرق القوية جدا في الدورة الإنجليزية تشيلسي كانت مباراة رائعة فيها ريال والمفاجئة الضخمة الكبيرة وإكساءه الباي الميونيخ مباراة ممتعة كل المباراة حلوة كل المباراة ممتعة تعالوا نبدأ من النهاردة ونروح للي حصل امبالح أتلتكم مدريد النهاردة تعالى السلبير مع منشستر سيتي وخرج من دورة أبطال أوروبا منشستر سيتي كانت كسب مباراة الزهاب بهدف كيفين دي براين وأتلتكم مدريد عمل مباراة كبيرة تحديدا شهو التاني عمل مباراة حجومية قوية جدا ضيع فرص عديدة جدا كان ممكن يتعادل على الأقل في النتيجة مع منشستر سيتي ولكن المباراة خلصت بعد وقت بدل من الضائع استمر لأكتر من عشر دقائق وكان فيه خنايات ومشاكل والناس بتضرب بعض في الملعب عادي يعني اللي بنيقول ما بيحصلش في أوروبا بيحصل في أوروبا عادي بس إصارة الكورة والحماز بتاع الكورة بيوصل لكده المباراة شهدت طرد في لبي مدافع عتلتكم مدريد وهو ده كانت سبب يكافر المباراة الوقت طويل جدا في الديئة 91 بعد تدخل قوي جدا على فيل فودن والحكم طردوا مباشرة في وسط الخناء ليفربولت عدن مع بن فيكة 3-3 واستفاد من مباراة الزهاب اللي كان فاز بيها 3-1 والنهارده يورجان كولوب ريح محمد صلاح وساديو ماني أهداف النهارده كانت أهداف ممتعة ستة أهداف في مباراة واحدة تبقى مباراة ممتعة جدا ولكن ليفربول صعى للنصف النهائية ليفربول هيواجه فيا ريال وريال مدريد هيواجه منشستر سيتي في نصف نهائي دولة أبطال أوروبا بالمناسبة يورجان كولوب النهارده ما بدأش بمحمد صلاح وما بدأش بساديو ماني ومحمد صلاح الشارك فيه الشود التاني مع بنفيكا بس في النهاية مباراة ممكن يحصل فيها تقلبات مهمة ليفربول الشهر ده شهر إبريل فيه منتهى الصعوبة من كام يوم كان عنده مباراة كهوية جدا قدام منشستر سيتي يوم السبت عنده مباراة كهوية جدا مع منشستر سيتي مرة أخرى في كاس الاتحاد الإنجليزي بعد كده يوم الثلاث عنده مباراة صعبة جدا قدام منشستر يوناتل في الدولة الإنجليزي فالأمور بالنسبة لليفربول محتاجة تدوير كبير جدا حتى لو على حساب نجوم كبيرة زي محمد صلاح وساديو مانيرا كايز السيا في فريق ليفربول مباراة ريال مدريد عمل لقطة صعبة جدا ريال مدريد وتشيلسي ريال مدريد كان على وشك الخروج من البطولة كان على وشك الخروج من البطولة تشيلسي تلات أهداف بعد كده تلات أهداف تلاتة سفر كانت مباراة تزيب خلس تلاتة واحد لريال مدريد ليفربول أو ما تشقع شيلسي كسب تلاتة سفر لحد ما جاءت ديئة ثمانين عشان يعدل رودريجو النتيجة لريال مدريد وتسبح النتيجة تلاتة واحد زي مباراة الزيب هدف رودريجو على فكرة جه بيأسست تاريخي تاريخي لوكا مودريتش بوش رجله الخارجي يعني حاجة عظمة العظمة حاجة عظمة حاجة خيال يعني دايما نتغزل في الأهداف العظيمة احنا من نتغزل أو العالم كله تغزل فأسست مودريتش في الهدف اللي عدل النتيجة لريال مدريد وفي الوقت الإضافي قدر بنزيمة يسجل الهدف التاني عشان يونيه على أمال شيلسي اللي كان عمل مباراة كبيرة جدا بعد أسست من بنيسيوس جونيور عشان تنتهي المباراة تلاتة اتنين وعلى صعد ريال مدريد لنصف النهائي النحاة التانية باير ميونيخ كان متقدم واحد سفر على بايريال وهي نفس نتيجة مباراة الزيابة اللي كان كسبها بايريال بس قدر بايريال في ديئة 88 يعدل النتيجة ويتعادل الفريقين ويقصي أو يقصي فريق باير ميونيخ من البطولة بعدما أقصى فريق يوفانس من دور الستاشر بايريال عام المفاجأة كبيرة جدا وناي إمري من المدربين المحترمين جدا من المدربين الكبار جدا محدش بيحس بيهم في العالم أو عشان حظه كان وحش مع بريس سان جرمان وحظه كان أسوأ مع أرسنال فلم يصنف من المدربين الكبار ومدربين الصف الأول لكن مع أشبلاي عمل أداء رائع جدا ومع فيا ريال عمل أداء عظيم جدا عشان كده مباراة ليفربول وفيا ريال هي مش مباراة مضمونة ولا مباراة سهلة هي على الورق واسم الفريقين وتاريخ الفريقين ونجوم الفريقين ممكن تبقى سهلة ليفربول بس كانت تبقى سهلة البايرمونيخ برضو كانت تبقى سهلة ليوفانتس برضو عشان كده أكيد ليفربول هيستعد لهذه المواجهة بشكل قوي جدا بطولة حماسية بطولة رائعة جدا بطولة صعبة جدا ده فيما يخص دوري أبطال أوروبا ماشي عايز أقول لكم شوية حاجات ليه علاقة بيه إيهاب جلال أو الكابتن الكبير الكابتن إيهاب جلال من مباراة مزالت الناس تنتقد مزالت أو بعض الناس عشان فيه ناس مؤيدة بعض الناس تنتقد بعض الناس تهاجم بعض الناس كنت شايف أنه مهاجم أجنبي أو عفوا مدرب أجنبي أفضل وأنا من الناس دي بالمناسبة أنا كنت شايف أنا كنت ميال لمدرب أجنبي ميال لمدرب أجنبي بس كابتن إيهاب جلال مدير فني كبير هذا وقد اختار الاتحاد المصري لكورة القدم أن يكون المدرب الجديد منتخب مصر وطني ففي رأيي انه افضل الخيارات الوطنية هو الكابتن ايهاب جلال مدرب كمان يقدر يعمل اللي انت عايزه كمشجع يديك الكرة الهجومية يديك الكرة العرب بشهو ده اللي انت عايزه بالمناسبة الكرة اللي على الارض الكرة الممتعة بس لازم تبقى فاهم وعارف ومستوعب انه ده لي تمن هفكرك مباراة بيرامدز والاهلي في الدوج بيرامدز عمل مباراة كبيرة جدا قدام النادي الاهلي وتحديدا في الشوت الاول وكان الطرف الافضل بكثير من الاهلي في الشوت الاول المباراة دي خلصت كام خلصت 3-0 للاهلي طيب ده معنى ايه معنى ان انت ممكن تلعب كرة حلوة وممتعة وتكسب بيرامدز حقا نتائج رائعة جدا هذا الموسم وتحديدا في الكونفيدراليات الافريقية وتكسب بس تتحمل خسائر زي دي انت كمشجع تبقى مستوعب انه مفيش حلاوة من غير نار عايز كرة حلوة هتدوق النار بتاعته ده بيحصل في كل العالم بيحصل في ريال مدريد وبايرن ميونيخ وليوربور بايرن بيكسب سبعة وممكن يخسر مباراة ثلاثة ريال مدريد يبقى متصدر الدولي الاسباني وعمل اداء رائع جدا ومفرق نقاط كثيرة عن اقرام ونفسي وبيخسر اربعة من برشلونا فتتحمل هذه الامور انا بقول ده المين للجمهور ولاتحاد الكورة عشان راجل ده هيبقى محتاج طول الوقت دعم هيبقى محتاج طول الوقت مسندة هيبقى محتاج طول الوقت تشجيع هيبقى محتاج طول الوقت انكم تسدول انتم كعضاء اتحاد الكورة ودانوا هو كده كده ميزد الكابتن اقاب جلال ان المدربين اللي بيسدوا دانهم وبيمسكوا لسانهم بيسدوا دانهم وبيمسكوا لسانهم ما بيتكلمش كتير و ما بيسمعش كتير فده مطمي مهم جدا كابتل اللاعب جلال يبقى لي معسكرات عشان له أسلوب لعب خاص فيعني مثلا اللاعب اللي متحفز حاجة مع فريقه كابتل اللاعب جلال هيحفظه حاجة تانية خالص فلازم يبقى عنده معسكرات لازم يبقى عنده انبارات ودية لازم يبقى عنده دوري منتظم أنا بكرر الكلام ده كل يوم وهكرر له تاني ودوري منتظم ودوري منتظم كل شوية دوري منتظم ما هو ما فيش منتخب هيقدر يبقى منتخب قوي جدا إلا بدوري منتظم طب إنت ليه بتقول دوري منتظم يعني هو دوريات ده فيه دوريات في أفراقيا مش منتظمة خالص في دوريات أفراقيا بتتلعب بسيف وشيتها وبتلعب في أي وقت بس منتخبات أفراقيا ما بتعتمدش على الدوري المحل بتاعها بتعتمد على اللاعبين الموجودين في أوروبا إحنا بنعتمد على الدوري بتاعنا فهنفضل كل شوية نمسك في الدولة بتاعنا خلوا الدولة بتاعنا منتظم لحد ما ربنا يكرمنا ويبقى عندنا عشرين تلاتين لاعب في أوروبا وساعة تعملوا في الدولة اللي انتوا عايزينه بقى عايزين تعجلوه عايزين تلغوه عايزين تلعبه وماتش من الأسبوع الأول وماتش من الأسبوع العشرين اعمل اللي انت عايزه كده كده المنتخب في حاله مع لعبته اللي موجودين في أوروبا لكن بمئننا ما زلنا قوامنا الأساسي لمنتخم مصر من لعب الدولي المحلي فنحافظ على الدولي بتاعنا وزي ما قلت مبارح قطاع الناشئين محتاج تطور كبير قطاع الناشئين محتاج تطور كبير جدا جدا واسع لما عندنا بقى ايه لما نقول ايه مصر يا جماعة مصر ما عندناش باكرايت مصر ما عندناش باكرايت بلد تعداد سكانها أكتر من 100 مليون مواطن ما عندناش باكرايت ما عندناش لعيب أه ما عندناش لنا بتاعف تلعب كرة ازاي يعني لن ناس ماشي لنه لوحد واحد جاي الناس ماشي الله كلها دورات رمضانية وفي الشارع وفي الملاعب وفي كل حت مصر كلها بتلعب كرة لها شعبية الأولى بالنسبة لنا يعني احنا مش بلت مثلا بتحب الباسكت اقول لها شعبية الأولى فيها هي الباسكت تمام فبالتالي أنه الكرة دي الناس كتبتها مش مهتمة بيها نحن كلنا بنلعب كرة كلنا بنلعب كرة النهاردة محمد صراح قال في حوار لشبكة العالمية ESPN قال إنه كأس الأم الأفريقية فعنا فيها كل شيء في كرة القدم وصلنا إلى النهائي وخسرنا براقلات الترجيح وكفحنا بشدة وقال في تصفيات كأس العالم خسرنا أيضا براقلات الترجيح الآن لابد لي من التركيز مع فريقي ليفربول للفوز بالألقاب هذا الموسم أعرف ما أريده وكيف أوصل لهدفي وفي النهاية أنا محترف لذلك أهم الشيء هو التركيز مع الفريق قال كمان من الصعب الحفاظ على التركيز بسبب التشتيت وكثرة الحديث عن تجديد عقدي مع ليفربول الكثير من الناس يتحدثون عن كل شيء فيما يخص التجديد ولكنني أعرف جيدا كيفية الحفاظ على تركيزي فعندما كان المنتخب يسير بشكل جيد في وهم أفريقيا كانوا يسألونني كم ستبقى هناك متى ستعود لم أتحدث مع مانيه إلا بعد العودة إلى ليفربول لم نتحدث عن أي تفاصيل بخصوص المباراة وكل مننا يقدر مشاعر الآخر بعد كل موسم أفكر عما أريد تحسينه العمل على نقاط الضعف وكثيرا ما أكتب وأفكر في الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الفوز بجوائز فردية نتيجة الفوز بالأرقام مع الفريق موسمي الأول هنا سجلت 44 هدفا وأمل أن نفوز هذا الموسم بأرقاب كبيرة وكثيرة تصرحات مهمة قال كمان فيها أنه الشعب المصري فخور بما قدمه منتخب مصر في كأس العام الأفريقية وفي تصفات كأس العالم وبالتأكيد فخورين باللي عملوا منتخب مصر في كأس العام الأفريقية وتصفات كأس العالم ومازلت وأكد وعن اقتناع تام أن احنا عملنا أمور صعبة جدا والفضل الأول في ده لكاللوس كيلوش الموديل الفني السابق لمنتخب مصر بنقول ده وهو مش موجود حاليا مع منتخب مصر بنقوله وإحنا عندنا الشجاعة لنقوله أنه راجل ده عمل الكثير والكثير مع منتخب مصر في فترة زمانية قصيرة جدا ست شهور ست شهور جدا وصل لإنهائي بطولة كأس العام الأفريقية وآخر مرحلة في تصفات كأس العالم هنروح لتعرير مع الكابتن أسام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بيتكلم فيه عن خط تطوير الحكام الفترة اللي جاية وبعد كده هنروح لفاصل ثم نواصل هذا الكرة الحقيقة بيولي أهمية خاصة بالتحكيم المصري ويمكن من يوم ما تم تكليفه بإدارة التحكيم في مصر طلب مني وضع خطة تموحة لتطوير التحكيم بشكل جيد وفعلا تم تقديم خطة المجلس الإدارة وتم الموافقة عليها بدأنا الفترة اللي فاتت نعمل كوادر من المحاضرين ومقيم الحكام اللي هي عندنا باللفز الدارج عندنا مراقب الحكام ومدرب اليقاء البدنية للحكام واستقطبنا خبراء من الخارج لعداد هذه الكوادر بالشكل الجيد وبعد هذه الدورات وزعناهم زي بقعدت لحضرتكم على المناطق التحكيم في مختلف الجمهورية من خلال هذا الشهر بدأنا في إعداد صف تاني للتحكيم المصري هتلاقوا عندكم وجوه جديدة حكمت في الدور المصري الأول مرة بالنسبة لتقنية الفار كان عندنا بعض المشاكل في استخدامها نتيجة لأن التدريب على تقنية الفار ما كانش بالشكل اليناسب هذه التقنية فبدأنا نعمل دورات مكسفة بخبراء مصريين ثم عملنا دورة منذ عشر أيام وجبنا أفضل محاضر في العالم وهو مايك دير روزيت وهو المسؤول الأول على التقنية في العالم والحقيقة استفدنا منها بشكل كبير جدا في خلال مباراة الدورة السابقة ووضح فعلا أن هذه الدورة ساهمت بشكل كبير في تحسن ملحوظ في استخدام تقنية الفار بالنسبة لحكام بالنسبة لتقنية الفار عرضنا على مجلس الإدارة مشروع طموح جدا للفار نعمل سنتر في مشروع الهدف نسميه سنتر الفار وهذا السنتر عشان نقدر من خلاله ندرب حكامنا بشكل مستمر وأيضا نقدر نستغله كنحية استثمارية أن نحن في بعض الدول عاوزة تيجي تاخد في هذا السنتر إن شاء الله تاخد دورات وتحصل على رخصة الفار دول أفريقية ودول عربية حتى يتسنى لهم لما يجيوا يطبقوا التقنية يكونوا جاهزين وعندهم الحكام محاصطين على هذه الرخص وده هيعود على الاتحاد الحقيقة بمكاسب مالية وأيضا هيبرس دور مصر الكبير واللي هي كانت رائدة من دولة من دولتين فأفريقيا استخدموا الفار حتى الآن مصر والمغرب فتكون مصر دايما رائدة في مثل هذه الأعمال يمكن دلوقتي التحكيم بقى عامل جاذب للكثير من الشباب لأن العقد المادي الحقيقة بقى يعني بالنسبة للمستوى الدخل عندنا في مصر بقى شيء كويس جدا الحكام بيحصل على 7000 جنيه وإن شاء الله في المستقبل هنحاول إن إحنا نرفع كمان هذه البدلات ولكن حاليا إحنا شايفين إن هو بدل مادي مجزي ولو قررنا نفسنا بالدول الأفريقية أو الدول العربية في شمال أفريقيا هللقين إحنا الآن الدولة رقم واحد في مكافآت الحكام بعد ما كنا متأخرين لكن دلوقتي يبقينا الدولة رقم واحدة ده حقيقة يحسب للتحدي أعلى بحراركم مرة أخرى وبنسبة كافة العساء عبد الفتاح النهاردة النادي الأهلي قدم خمس طلبات لاتحاد الكرة بشأن التحكيم لعلانة عن خطوات واضحة ده اللي طلبوا الأهلي لعلانة عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكملة واستجدام أحد خبراء التحكيم بالاتحاد الدولي للقاط القدم لإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتبعت أداءهم وفق خطة زمنية أيضا لأهلي طلب الحفاظ على هيبة الحكام المصريين ومنحهم المقابل المالي المناسب الذي يضيق بهم ويدفعهم للمزيد من التركيز في عملهم وحقية النادي في سماع ما يجري في غرفة الفار أثناء الحالات التحكيمية لتصير الجدل وذلك إسنادا إلى أن بروتكول لم ينص على عدم السماح للأندية بذلك كمان طلب النادي الأهلي إسناد مباريات الأهلي هيكون عفوا لحظة واحدة أنا أقول لكم كمان مهمة في هذا الأمر النادي الأهلي طلب إسناد مباريات الأهلي اللي هيكون بإبلاغ اتحاد الكرة بها تداء من المباراة القدمة إلى حكام أجانب مشهود لهم بالكفاءة ومن الفئة الأولى على مستوى العالم أنا بس ويفتع عندي النقطة دي النادي الأهلي والزمالك والبيراميدز والإسماعيلي والمصري من حق أي حد أنه يطلب حكام أجانب بس أنا رأيي أنا رأيي أنه لازم اللي يبقى صاحب القرار في ده لجنة الحكام لجنة الحكام لجنة الحكام هي اللي تقرر هل تقبل يبقى فيه حكام أجانب ولا من حق أطلب ومن حق لجنة الحكام ترفض وأنا رأيي ترفض كل المباراة بحكام مصريين كل المباراة بحكام مصريين ليه؟ زي ما بيحصل في كل الدوليات الكبرى في العالم ما فيش الكلام اللي هو أجيب حاجة إلا بقى لو فيه تشكيك في الحكام المصريين أصلا قول بقى أنا بشكك طب أنا بشكك في الحكم ده عشان عمال لي واحد اتنين تلاتة اربعة وبشكك في الحكم ده عشان عمال لي واحد اتنين تلاتة اربعة ووزبط بالدليل القاطع إن الحكم ده كان يتعمد إنه يخطئ أمامي عشان أنا بحس إن أحمل لف نفس اللفة كل موسم نفس اللفة كل موسم عموما كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الرجاء القادمة إن شاء الله يوم السبت القادم ومباراة العودة بالمناسبة هتبقى يوم الجمعة في صهرة رمضانية رائعة جدا هتبقى الساعة 12 بالليل بتوقيت الكارنة النهاردة الكاف عدل موعد هذه المباراة كان من المفترض أنها تقام أبتكلم عن مباراة العودة اللي هتبقى في المغرب كانت من المفترض أنها تقام الساعة 11 بالليل وهي الآن الساعة 12 بالليل بقرار من الكاف نروح لي مباريات يوم الخميس في الدوري المصري الممتاز الجولة الاربعة عشر المكون العرب هيواجه مصر المقص الساعة تسعة ونص في نفس التوئيد طلاعي الجيش وإنبي البنك الاهلي والاتحاد السكندري ده في الدوري المصري أما في الورب بليج الدوري الأوروبي إياب ربع النهائي أطراندا هيواجه ليبزيج الألماني الساعة تسعة لربع الساعة تسعة برشلونة هيواجه انتراخت فرانكفورت الألماني وفي نفس التوئيد ليون هيواجه هوست هام يونيتد وجلسكو رينجرز هيواج سبورتين براغا كلهم الساعة 9 مساء مباريات دوري أوروبا بالمناسبة هي أيضا مباريات ممتعة ورائعة استمتعوا بالمشاهدة النهاردة بالمناسبة بيراميدز عمل لقطة رائعة جدا رقطة رائعة جدا في مران الفريق اللاعبين وقفوا في ممر شرفي شرفي لكابتن الكبير كابتن إهاب جلال عشان يهنوه بتولي مهمة منتخب مصر على فكرة موقف محترم جدا عمله نادي بيراميدز على مستوى الإدارة إنه هما سمحوا لكابتن إهاب جلال متواجد مع منتخب مصر وفسخ عقده بالتراضي وأيضا موقف محترم جدا من لعاب بيراميدز مع الكابتن الكبير كابتن إهاب جلال ده اختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 أشوفكم يا عرب على ألف خير